نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين أهلا بكم ترأس محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل جلسة القرعة لتوزيع الأراضي السكنية بين الجرحى وعوائل الشهداء في تيكريت مؤكدا أنها بداية جديدة لحصول المواطنين على حقوقهم بلا مساومات وسنواصل العمل بها في المرحلة المقبلة بما يتوافق وتضحيات الجميع لقهر الإرهاب وحماية سيادة العراق وأكد المحافظ أن إعطاء الحقوق لأهلها ليس تفضلا أو منا من أحد إنما هو استحقاق كفله القانون لهم ولا يجوز التأخر به مشيرا إلى رصد الظواهر غير قانونية في المرحلة السابقة لدى بعض الدوائر ذات العلاقة لابتزاز أصحاب الحق بالأرض السكنية للمتجرة بها موجها بمنع عمل المعقبين في دوائر البلديات لكل ما يتعلق بتوزيع الأراضي وقال محافظ صلاح الدين أن مبادرة توزيع الأراضي على الشرائح المشمولة ستستمر لتشمل جميع أقضية المحافظة وسيتم تدقيق الأراضي التي خصصت بشكل غير قانوني وإرجاعها للدولة ليتم توزيعها مجددا بين مستحقيها بما يحقق العدالة الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر